بعد انتهاء اجتماع إدارة برشلونة قبل قليل بيخرجوا بعض القرارات منها أنهم بيعطوا خبر للاتحاد الإسباني بأن الموسم الجاي راح يكون ملعب برشلونة هو ملعب منتشويك أو منتشويك الموجود في برشلونة بسبب أعمال الصيانة وتجديد ملعب الكامبنو سبوتيفاي للمشروع سباي بارسا طبعاً للي ما بيعرف الملعب الجديد اللي راح يلعب في برشلونة هو راح يكون عبارة عن ملعب في مدينة برشلونة كان مملوك أو كان يعتبر ملعب نادي إسبانيول من موسم 1997 ولغاية 2009 ورجع بالأخير للمالك الأصلي أو المالك الملعب وهو المجلس البلدي في إقليم كتالونيا أو في مدينة برشلونة بالتحديد طبعاً بيتسع الملعب لـ 56 ألف راح يكون فترة لعب برشلونة في الموسم الجاي وممكن يكون خلال موسمياً أو ثلاثة وبذلك راح يكون حاضن لكافة مباراية برشلونة في كافة المسابقات وكافة المنافسات من الموسم القادم